اشتركوا في القناة متابعا أن العطشة يخز مناطق مدينة غزة وشمالها بشكل صادم بسبب قطع امدادات المياه عن القطاع والقصف المنهجي والمتعمد للأبار ومصادر المياه في سياق ذاته وقع قصف مدفعي على مناطق متفرقة من خنيونس وسقوط 33 شهيدا وعشرات المصابين جراء قصف الاحتلال منازل في مدينة غزة في فجر اليوم وقال وزير الخارجية الامريكية عنطني بلينكين ان مئة يوم من الاسر في غزة هي مدة طويلة جدا ولن تهدأ الولايات المتحدة حتى يتم شمل جميع الرهائن المتبقين واعادتهم بما في ذلك ستة امريكيين مع احبائهم وذلك في تغريدة على موقع اكس بالنحية اخرى اعرب الرئيس الامريكي جو بايدن عن تطلعه الى الحفاظ على اتصال وفيق مع نظائره في مصر وقطر واسرائيل لاعادة جميع المحتجزين لدى حماس الى وطنهم واعادتهم الى عائلاتهم ايضا وتعهد بايدن في بيان نشره البيت الابيض اليوم الاثنين عبر موقعه الالكتروني بمناسبة مرور مئة يوم على الحرب في غزة بالعمل لاعادة جميع الامريكيين الى وطنهم وقال ان اعادة المحتجزين الامريكيين الستة لدى حماس كان في مقدمة اهتمامته منذ اندلاع الحرب وانه عامل دون توقف على محاولة تأمين حرية المحتجزين وتبع بايدن قائلا وبالتنسيق الوثيق مع نصر وقطر واسرائيل توسطنا نوفمبر الماضي في وقف القتال لمدة سبعة ايام اثفر عن اطلاق صراح مئة وخمسة محتجزين وسمح لنا بزيادة وطيرة المساعدة الانسانية الحيوية الى غزة نتوجه الان رياضيا حيث يستهل المنتخب الجزائري مشواره في بطولة كأس الامم الافريقية 2023 في العاشرة مساء اليوم الاثنين بمواجهة انجولا بملعب السلام في كوتيبوار ويظهر منتخب الجزائر في المجموعة الرابعة التي تضم ايضا كل من موريتانيا وانجولا وفوركينا فاسو ويتأهب منتخب الجزائر المشاركة للمرة العشرين في تاريخه ضمن منافسات الكان وسبق له الفوز بلقب البطولة مرتين الاولى عام 1990 والثانية 2019 ويطمح رفاق النجم والقائد رياض محرز لتحقيق مشوار جيد في نسخة كوتيبوار 2023 لمحو خيبة الاقصاء من الدور الاول لنسخة امم افريقيا في الكاميرون 2021 اخيرا مشاهدين بالنسبة لحالة التقصى حيث تتوقع حيات الاصطب الجوية ان يشهد اليوم الاثنين تقصى مائلا للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرية والسواحل الشمالية الغربية مائل الدفئية على السواحل الشرقية وشمال الصعيد وجنوب الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على اغلب الانحاء كما يتكون السقيع على المزرعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد وتتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرية والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وأيضا شمال الصعيد متوقع ايضا امطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرية على فترات متقفة ايضا اخيرا بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الاثنين القاهرة العظمى 18 الصغرى 12 اسكندرية 18 الصغرى 11 درجة مطروح 17 الصغرى 10 سهاج 20 الصغرى 7 اينا 21 الصغرى 7 واخيرا اصوان 23 والصغرى 8 درجة اذا المشاهدين كانت هذه جولة قصيرة حول اهم وابرز الاخبار على الساحة الاقليمية وايضا الدولية بذلك دائما تابعونا على مدار الساعة ساكون انا سارة اسماعيل وزميلاتي منا يحيى وايضا جرمين شلبي شكرا جزيلا وايضا لكم